نشر موقع بي بي سي لإخباري تقريراً استند إلى وثيقة مسربة تكشف حجم الاتهاض الذي تمارسه الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانج الموقع البريطاني أكد أنه اطلع على تلك الوثيقة التي تحدد مصير آلاف المعتقلين من الإيغور في معسكرات الاعتقال بإقليم شينجيانج الوثيقة المؤلفة من 137 صفحة تناولت بالتفصيل معلومات شخصية وغاية في الدقة عن 3000 إيغوري محتجزين في تلك المعسكرات على سبيل المثال ماذا يلبس المحتجزون وكيف يتواصلون مع أفراد أسرتهم وعدد المرات التي يصلون فيها إضافة إلى معلومات أخرى ونوه الموقع الإخباري أن الوثيقة التي اطلع عليها تم تسريبها في ظروف غاية في الخطورة وتشابه تلك الوثائق التي تم تسريبها سابقا عن أحد المسؤولين الأمنيين في إقليم شينجيانج وشكلت أحد أقوى الأدلة التي تثبت انتهاك الصين لحقوق الإنسان في شينجيانج وتحتوي الوثيقة على تفاصيل التحقيقات الخاصة بـ 311 شخصا من الإيغور كما تسرد تلك الوثيقة خلفياتهم الدينية وعلاقاتهم مع الأقارب والجيران والأصدقاء فيما تقرر الأحكام المكتوبة في عمود أخير بتلك الوثيقة ما إذا كان يجب أن يبقى المعتقلون بالفعل أم سيفرج عنهم وما إذا كان بعض المفرج عنهم في السابق سيتم اعتقالهم مجددا على سبيل المثال تحتوي الوثيقة التي قسمت إلى أعمدة وصفوف وتحديدا في الصف رقم 598 حالة عن امرأة إيغورية عمرها 38 عاما تعرضت للاعتقال وأرسلت إلى معسكرات الاحتجاز لسبب واحد أنها ترتدي الحجاب منذ سنوات 311 من الأفراد الرئيسيين المدرجين في القائمة هم جميعهم من مقاطعة كاراكاكس بالقرب من مدينة هوتان في جنوب شينجيانج وهي منطقة يشكل الإيغور 90% من سكانها وبالعودة إلى الوثيقة فإن صفوف 179 و315 و345 احتوت على الترتيب سلسلة من التقييمات لرجل يبلغ من العمر 65 عاما ولديه ابنتان ترتديان النقاب وعليه حكم بالسجن في معسكرات الاعتقال كما تضمنت الوثيقة معلومات التقطتها كاميرات المراقبة وكاميرا التعرف على الوجوه التي تم زرعها في شينجيانج